حديث أكثر ينضم معنا الخبير اللامني والاستراتيجي الدكتور فاضل أبو رغيف أهلا وسهلا بحضرتك معنا بداية دكتور كيف تقرؤون زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلى خط ودي الثرثار الاستراتيجي يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات هل جاءت بالتزامن مع مساعي إنهاء وجود التحالف الدولي أم ماذا تفضل دكتور تسمعني دكتور فاضل نعم نعم أنا سمك سيدة موها نعم هل واضح السؤال لا السؤال غير واضح لم أسمع السؤال نعم دكتور فاضل أهلا بك بداية كيف تقرؤون زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلى خط ودي الثرثار الاستراتيجي يعني لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات هل يمكن القول إنها جاءت بالتزامن مع مساعي إنهاء وجود التحالف الدولي تفضل دكتور نعم سيدة مهى بدأت تحية طيبة لمشاهد قناتك الكريم يعني أولا خط الصد الاستراتيجي اللي هو خط الترثار يعد واحد من الخطوط المهمة جدا بأنها جغرافيا وأمنيا واستراتيجيا تمثل خط متوازي بشقين الخط الأول الذي يبدأ من صلاح الدين وينتهي في منطقة الحضر ينتهي ويستقر في غرب نينوة اللي هي صحراء نينوة للعفر القيروان الحضر وغيرها والخط الثاني يبدأ من الصينية من محافظة صلاح الدين باتجاه صحراء حديثة وطبعا هناك أيضا تقاطع يسمى بتقاطع الديوم الذي يفصل صلاح الدين عن صحراء حديثة هذه الخطوط تكاد تكون هي بالأمس القريب كانت هي مقرا وممرا وساحة لنشاط التنظيمات الإرهابية المتطرفة اليوم القائد العام القوات المسلحة يتفقد القطعات لاستباق وجود تجذير وترسيخ وترصين المناطق الرخوة التي يعتقد أن فيها ثغرات قد التنظيم يسيل لعابة عليه ويحاول أن يتسلل ليستقر فيها طارة أخرى ويبث ويبدأ استئناف عمليات الإرهابية من جديد لذلك أعتقد أن هذا خط الاستراتيجي هو الخط الذي يقطع امدادات التنظيم ويضمن عدم وجود التنظيم طارة أخرى وعودته للمشهد مرة أخرى من جديد لذلك أعتقد هذه أيضا تندرج ضمن التحضيرات اللازمة لملء الفراغ الذي قد يتركه قوات التحالف نعم دكتور طيب هل سيكون لقوات البشمرقة أو القوات الأمريكية دور في تعزيز هذا الخط أم أنه سيقتصر فقط على الجيش العراقي يعني سيدة مهى أولا هذا الخط هو خط استراتيجي وهو خط خالص للقوات العراقية بمعنى أن قيادة العمليات المسترجية التي يتولى رئاستها القائد العام القوات المسلحة هي من ستتولى التنسيب وتعيين وتدوير وتحديد القطاعات الماسكة لمسك هذا المحور وهذا الخط الاستراتيجي الهام والمحوري جدا لذلك يعني رغم أن البياش مرقة هي جزء من قوات الدفاع الوطني لكنها محدودة بحدود تم تحديدها سلفا من قبل الحكومة الاتحادية وأعتقد أن القوات العراقية بفرقها وبقطعاتها هي من ستمسك هذا القاطع بصورة تامة طيب دكتور فاضل تتعرض الحكومة إلى ضغوط من قبل البعض لتسريع المفاوضات طبعا الرامية لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق هنا الحكومة كيف ستتعامل تجاه هذه الضغوط خصوصا وإنها تسعى إلى مسك العصاء من الوسط يعني سيدة مهاء الحكومة لن تقبل بأي ضغط لكنها قد تكون محرجة في بعض الأركان في بعض الجزئيات لكنها عازمة هذه المرة على إنهاء التواجد قوات التحالف الأمريكية بموجب اللجنة الفنية الرفيعة المستوى التي استحدثها السيد السوداني قبل زهاء ثلاثة أسابيع خلت وانقطعت بعد عمليات القصف التي طالت مقرات الحشد وطالت قيادات أيضا أخرى داخل العراق انقطعت تواصل معها واستأنفت التفاوض طالة أخرى الأحد المنقضي من الأسبوع الجاري لذلك أعتقد هذه اللجنة الفنية عالية المستوى هي من ستضع اللمسات الأخيرة وهي من ستضع اللبنات الأولى بأحرف متتابعة عمليات آليات انسحاب ما تبقى من قوات التحالف سيما من المستشارين المتواجدين في القواعد العسكرية العراقية طيب دكتور المناطق الفاصلة كيف سيتم تأمينها؟ يعني هل ما زالت قوات التحالفية المسيطرة عليها أم ماذا؟ يعني قوات الفاصلة إذا كنت تعني فيها القوات الموجودة بين قوات التحالفية المناطق المتنازع عليها فهذه تسمى مناطق نعم هذه تحولت هذه التسمية من جملة مفهوم المناطق المتنازع عليها إلى مفهوم مناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بمعنى أنه حصل اتفاق وحصل جهد من قبل قيادة العمليات المشتركة لملء الفراغات التي يحاول التنظيم أن يستغلها بنحو فراغي وبنحو الثغرة أو الضعف الأمني في أي مكان ملأتها قيادة العمليات المشتركة من خلال تنسيب وحدات وألوية وقيادات عمليات مفصلية تشغل قواطع العمليات التي تشكل خطورة على الجانبين سواء كان قوات اتحادية أو حتى قوات الإقليم المتمثلة بالبيش مرقى لذلك أعتقد لن تكون ولم تكون ولم تبقى بعد من الآن أي مناطق فاصلة أو مناطق ما كان يستلح عليها سابقا بالمناطق المتنازع عليها مهام دعم الخبير الأمني والاستراتيجية الدكتور فاضل أبو رغيف شكرا جزيلا لحضرتك